بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مزدعاء مكي ان شاء الله النهاردة يا ولاد هناخد مع بعض لسون سيكس في دروسنا اللي فاتت اتكلمنا عن الترانسپورتاشن النهاردة هناخد حاجة جديدة هنتكلم النهاردة عن الكمبيوتر تعالوا نشوف مع بعض واحدة واحدة درسنا في ايه يعني ايه الكلام ده يعني في الدروس اللي فاتت اتعلمنا عن الترانسپورتاشن ازاي الترانسپورتاشن بتساعدنا ان احنا نتواصل مع بعض زي ما تكلمنا عن ان الترانسپورتاشن بتساعدنا في التريدنج واتعلمنا في درسنا اللي فات عن المدينة الجديدة او العاصمة الادارية الجديدة اللي بتتعمل في مصر اللي فكرنا لها في نوع تكنولوجي يكون موجود فيها مش موجود حاليا في اي مكان صحي كده؟ طيب النهاردة هنتعلم عن ايه؟ الكمبيوتر الكمبيوتر بما ان الكمبيوتر بتاعنا اسمه اهو اسم الكمبيوتر ازاي الكمبيوتر بيساعدنا ان احنا نكون حالة تواصل مع بعض ازاي؟ ازاي انا ممكن امسك جهاز الكمبيوتر واستخدمه بانه يساعدني ان انا اتواصل مع حد بنعمل ايه بالزبط؟ فكروا واختبولي في الكمبيوتر ماشي؟ طيب النهاردة مش هنتعلم عن الكمبيوتر ازاي هو بيساعدنا ان اتواصل مع بعض لأ النهاردة هنتعلم عن الكمبيوتر وعن اجزاؤه اجزاؤه اللي من برا اللي بنشوفها واجزاؤه اللي من جوه اللي ما بنشوفهاش غير لما لازم نروح كده لحد متخصص يفتح الكمبيوتر ويطلع علينا الحاجات اللي جوه تعالوا نتعرف على الاجزاء دي ونشوف بتشتغل ازاي يلا بينا قدامنا دلوقتي ياولاد page 190 في كتاب المدرسة التايتل هنا بيقول لنا ايه the parts of a computer اجزاء الكمبيوتر بيتكون من ايه بصوا الاول معايا في الصور هنا هي دي the parts of the computer اللي هو عايز يكلمنا عنها خلاص؟ طيب بيقول لنا ايه بقى هنا look at the pictures on the page what do you know about each of these parts of a computer بص للصور هنا تعرف ايه عن اجزاء الكمبيوتر دي ده ايه طب ده ايه طب ده ايه طب الاجزاء دي ايه اغلبكم هيكون عايرة في الصور اللي فوق دي او الصورة دي لكن في اجزاء تحت هنا يعني ما اعتقدش انه ممكن تكونوا تعرفوهم الا بقى يكون حد عندكم في البيت متخصص في الكمبيوتر وفتحوا من جوه وشفتوا الاجزاء دي النهاردة هنتعلم ان شاء الله الاجزاء دي عبارة عن ايه بالزبط تعالوا نكمل قرية يعني ايه يعني الكمبيوتر بيتكون من حاجتين حاجة اسمها هاردوير الهاردوير ده هو الاكوابمنت المعدات يعني اجزاء الكمبيوتر يعني ده يعتبر هاردوير ده يعتبر من الهاردوير الاجزاء دي تعتبر من الهاردوير الاكوابمنت الاجزاء بتاعه او المعدات اللي بيتكون منه الparts بتاعته and software ايه اللي هي البروجرمز يعني ايه بروجرمز يعني انا عندي برنامج على الكمبيوتر اقدر عن طريقه ان انا افتح السور عندي برنامج تاني على الكمبيوتر اللي هو قدامي ده اقدر عن طريقه انه انا احط شيت زي ده وعريضه لك عندي برنامج تاني على الكمبيوتر يسمح لي ان انا قاعد اكتب حاجات يبقى دي كلها ايه برامج البروغرامز دي مع بعضها في الكمبيوتر بنسميها software اتفقنا؟ طيب الهاردوير اللي هي البروغرامز بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا مهمة معينة او وظيفة معينة انا محتاجها في الكمبيوتر لازم الاكوابمنت تتعاون مع البروغرامز خلاص؟ طيب بيعملوا ايه بقى الاتنين دول مع بعض they input output process and store data and information يعني ايه الكلام ده؟ يعني عن طريق الاجزاج دي بقدر اعمل input ادخل معلومات على الجهاز output اخرج معلومات على الشاشة قدامي process انفز store اخزن store data اخزن معلومات خلاص؟ يبقى كل الحاجات دي انا بعملها ايه على الكمبيوتر بالاجزاء المختلفة دي بالsoftware والhardware طيب the basic parts of a computer are بيقولي ان دي basic parts يعني basic parts يعني تعتبر الاجزاء الرئيسية بتاعت الكمبيوتر خلاص؟ اللي مفيش كمبيوتر يقدر يستغنع اللي مفيش بتاعنا يبقى دا جزء في الدرسة بتاعنا تيجو نشوف البعد كده يالا بياه الجزء اللي بعد كده يا ولاد هتفتحه معي page 191 في كتاب المدرسة دلوقتي هنبتدي نتعرف على the parts of the computer اجزاء الكمبيوتر هي ايه؟ تعالوا نكبر الصورة ونشوف مع بعض اول حاجة انا جايبا لكم طبعا صور كالعادة عشان خاطر تشوفوا الصور اوضح اول حاجة هو نبين لي دي اللي في الصورة اللي هي دي بالضبط اوكي؟ بيقول لي ايه؟ the motherboard يبقى دي اسمها motherboard ايه الماثر بورد دي دي بتبقى جوه الكمبيوتر ما بنشوفهاش يعني ايه؟ يعني اجزاء الكمبيوتر كلها بتتوصل ببعضها بتتوصل بالماثر بورد دي كل الاجزاء في الاخر بتاعة الكمبيوتر بتتوصل بالايه؟ بالماثر بورد دي خلاص؟ طيب هندخل على اللي بعد كده ده input input فكروا كده في كلمة input دي in يعني جوه put يعني احط بحط حاجة جوه بحط ايه بقى؟ بصوا في الصورة ده الكيبود اللي بنكتب عليه يعني انا لما باجي اكتب حاجة على الكمبيوتر عشان عايزة تتسجل على الكمبيوتر باكتب عن طريق الكيبورد ده فعشان كده اسمه input خلاص؟ the input device is used to put data into the computer يبقى انا بستخدم الـ input ده عشان احط المعلومات فين؟ على الكمبيوتر the example shown here is a keyboard بيقولي انه المثال اللي انا عرضه لك هنا للـ input هو الكيبورد ده خلاص؟ طيب البعد كده عندي piece تانية او قطعة تانية او بارت تاني اسمه the central processing unit والاختصار بتاعه اسمه cpu يعني cpu هي هي central processing unit اخدت اول حرف من كل كلمة cpu ايه بقى cpu دي؟ تعالوا نشوف اصلا شكلها بصوا انتو شفتوا الماذر بورد صح؟ بصوا بقى دي ماذر بورد تانية والـ cpu محطوط فيها اهو يبقى الـ cpu بيبقى متركب فين؟ في الماذر بورد ايه الـ cpu ده بقى؟ the cpu is the brain of the computer هو المخ هو اللي بيستقبل الاوامر اللي بتدخل الكمبيوتر او الـ order اللي احنا بنيديه للكمبيوتر هو المخ اللي بيفكر في الorder اللي بنيديه للكمبيوتر خلاص؟ it follows comments and manage information يعني ايه؟ بيتبع التعليمات او الاوامر اللي بنيديها للكمبيوتر هو اللي بينفذها هتشوفه بعد شوية ازاي الـ cpu لما بطلب حاجة بينفذها لي خلاص؟ يبقى هو بيتبع الاوامر اللي بديها للكمبيوتر وبيتحكم في كل المعلومات اللي موجودة the cpu send data to the output device الـ cpu ده بيبعت الـ data المعلومات لحاجة اسمها out-put device الـ cpu ده بيبعت المعلومات لحاجة اسمها out-put device ليه؟ out يعني يطلع حاجة برا out-put يعني بيتطلع لي data عليها بتظهرها لي بدل ما هي جوه الكمبيوتر بتخرجها لي على الشاشة عشان كده ايه؟ سموه out-put the output device allows the user to see the result الـ output ده اللي هو المونيتر او الشاشة بتسمح للمستخدم اللي بيستخدم الكمبيوتر انه هو يشوف النتائج على الشاشة اوكي؟ يعني انا الشيت اللي قدامنا ده اللي بشرح لكم فيه لو انا الـ data order للكمبيوتر ان انا افتحه بيقوم طلع لي على out-put اللي هي ايه؟ اللي هي الشاشة اللي قدامي دلوقتي اللي انتو شايفينها قدامكم خلاص؟ طيب the example shown here is a monitor يبقى الـ output ده اسمه ايه؟ اسمه monitor والـ input ده اسمه ايه؟ اسمه keyboard اتفقنا؟ يبقى احنا اخدنا the motherboard the input the CPU the output فضلنا الاتنين دولت طيب ايه دول بقى؟ the memory او بنقول عليها RAM تعالوا نشوف صورتها ايه الرام او الميموري بتحتفز بيه لمدة قصيارة stores data بتخزن المعلومات فيها لمدة قصيارة عشان الـ CPU اللي هو الـ brain of the computer يقدر يستخدم المعلومات دي خلاص؟ يبقى لما بيبقى فيه data على الكمبيوتر الـ CPU الـ RAM او الميموري بيسجلها او بيسيفها عنده لـ short term لمدة قصيارة هو فيه حاجة في الكمبيوتر بتعمل store للـ data المدة طويلة؟ اه هنشوفها بعد شوية يبقى الميموري او الـ RAM stores the data for A for short term لمدة قصيارة لحد ما ايه اللي يحصل so the CPU can use it لحد ما الـ CPU اللي هي central processing unit تستخدمها خلاص؟ طيب اخر جزء عندنا تعالوا نجيب صورته او the storage device الـ storage device ده بقى هو اللي بيعمل storing للـ data مش لـ short term لا لـ long term على طول لحد ما انا امسح الـ data دي like computer programs long term يعني ايه؟ يعني لما انزل البرنامج على الكمبيوتر بتاعي للصور عشان يفتح لي الصور البرنامج ده بيتخزن فين؟ في الـ storage device اللي هو ده خلاص؟ يبقى الـ storage device ده مهم جدا لو حصل له حاجة لو باز كل البرامج والحاجات اللي عندي الـ data اللي عندي على الكمبيوتر بتتمسح خالص ده مهم جدا اوكي؟ طيب في حاجة بقى دلوقتي الاجزاء دي بتشتغل مع بعضها ازاي؟ يعني انا عندي اجزاء كتيرة جوها الكمبيوتر الـ parts دي بتشتغل مع بعضها ازاي؟ عشان في الاخر انا عارف اشتغل على الكمبيوتر او على اللابتوب ولاقي انه لما بدي أوردر للابتوب يفتح لي حاجة تفتح يحسب لي حاجة يحسبها لي ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل في الحاجات دي؟ تعالوا نشوف مع بعض قدامنا هنا ياولاد في الصورة دي لعبة كان المفروض تلعبوها في الكلاس لما تسمعوا الدرس ده في الكلاس المفروض التيتشر يلعبكوا لعبة وانتو المفروض بتقوموا بأدوار الكاركترز اللي في الصورة اللي قدامنا دي رسمتها لكم او عملتها لكم عشان تفهموا اللعبة دي ازاي؟ ممكن تلعبوها مع صاحبكم او اخوتكم او ماما اوكي؟ طيب قبل ما فاهمكم اللعبة وقبل ما فاهمكم البيدي دي كلها في ايه؟ تعالوا نعمل حاجة مع بعض دلوقتي انا عايزة احسب 2x2 equal cam طبعا كلنا اخدناему TikTok 2x2 equal كلكم عارفين طبعا ان هي ايه فور طيب لو انا مش عارفة وعندي على اللاب توب آآ وعايزة افتح الالكالكوليتر ده عشان احسب هعمل ايه؟ هجي هنا مسلا واقول للكالكوليتر دي ادوس عليها تفتح انا عندي في الكيبورد تعالوا اشوف لكم اجيب لكم الكيبورد عندي في الكيبورد الزرار هنا enter صح لو علمت على الكالكوليتر دي ودست enter اهو ايه اللي حصل الكالكوليتر فتحت صح طيب هنتعلم دلوقتي ايه اللي بيحصل اول ما بجيب كلمة كالكوليتر ودوس enter اول ما بجيب كلمة كالكوليتر واعلم عليها اول ما دوس enter ايه اللي بيحصل عشان تفتحلي دلوقتي هنتعلم الجزء ده تعالوا نشوف انا عشان افتح الكالكوليتر دست على علامة enter في الكيبورد الكيبورد ده اتفقنا ان اسمه ايه اسمه input صح كده هو اللي بحطه عن طريقه المعلومات او بكتب عن طريقه اي حاجة تعالوا نرجع للبيج اللي بتشرح لنا اللي هي دي وتبقى القطعة كلها قدامنا ونبتدي بقى نركز كل القطعة بتاعمل ايه ماشي يلا بينا اول حاجة بسطو كلام ده هتلاقوه في شيط الشرح مهم جدا مش موجود في كتاب المدرسة شيط الشرح ما تنسوش هتلاقوه في اول كومنت للفيديو اوكي؟ طيب الـ input device اللي هو الـ keyboard انا هدوس عليه enter على كلمة calculator زي ما وردكو كلمة calculator ودست enter رحت الـ calculator مفتوح طيب اول ما بدوس enter ايه اللي بيحصل يعني ايه اول ما بدوس على الكيبورد اللي هو الـ input enter الكيبورد بيبعد الامر او الـ order اللي انا طلبته ان الكالكوليتر تتفتح بيبعد لمين؟ للـ CPU مين هي الـ CPU الـ brain المخ العقل اللي بيفكر بتاع الكمبيوتر CPU دي لو تفتكروا اهي ورها لكم على الحقيقة اهي اللي هي موجودة في الماذربورد اوكي يبقى تاني اول ما دست على زرار enter اللي في الـ input اللي هو الكيبورد الكيبورد ادى الـ comment الامر ان الكالكوليتر تتفتح ادى المين الـ order ده للـ CPU خلاص يبقى دي اول حاجة عايزاكوا تعملوا حاجة حلوة اول وانتو بتسمعوا معايا الفيديو دلوقتي استنوا هوريكو بصوا هتكتبوا كلمة input عشان احنا قلنا ان الـ input اللي هو الكيبورد هو اللي دست عليه enter وبعد كده ادى الـ order اللي مين للـ CPU عايزاكوا تبتدوا ترسموا الرسمة دي وتمشوا بالترتيب اللي احنا هنقولوا دلوقتي خلاص عشان تفهموا واحدة واحدة نرجع تاني بقى هنا خلاص يبقى عرفنا ان الـ input اللي هو الكيبورد ادى الـ order للـ CPU اللي هو الـ brain of the computer وبعدين ايه اللي حصل الـ CPU hand the command to the motherboard يعني ايه الـ CPU ده راح مدي الـ order بتاع ان احنا المفروض نفتح الكالكوليتر لمين للـ motherboard وبعدين نرجع هنا للـ sheet who hands it to storage راح تـ motherboard رايحة مدي الـ order لمين للـ storage اللي هي دي الـ storage device خلاص وبعدين ايه اللي حصل تعالوا نرجع للـ sheet the storage hand the command to the motherboard راح الـ storage تاني راجع امدي الـ order لمين للمـ motherboard تاني خلاص وبعدين who hands it to the output device راح تـ motherboard ايه للمين يفتح الكالكوليتر الـ output ايه اللي هيحصل اول ما المـ motherboard في الاخر تدي الـ order للـ output يفتح الكمبيوتر اللي هي المونيتر the output device show your calculator drawing هيقوم الـ output مطلع علينا الكالكوليتر على الشاشة كل ده بيحصل في اللحظة اللي انا دست فيها enter على الكيبوت عشان يفتح لي الكالكوليتر يعني بصوا كده تاني هعمل كده هاجي هنا ودوس عليها في اللحظة اللي دست عليها فيها كل اللي افتح افتح الكالكوليتر خلاص عرفنا الخطوات اللي بتتم هاجي اعمل الـ equation بتاعدي 2 times 2 مفروض اني اقول equal هتطلع لي كام 4 صحي كده طيب تعالوا بقى نعرف ايه اللي حصل في اللحظة دي عشان تطلع لي 4 الخطوات اللي تمت تعالوا نشوف دلوقتي يا ولات اول حاجة انا عملتها ايه انا كتبت 2 times 2 على الكالكوليتر ودوست equal في اللحظة اللي دوست فيها equal عشان يطلع لي الـ result النتيجة ايه اللي حصل the input device hand your multiplication problem to the cpu اول ما دوست enter على الـ input device اللي هو الكيبورد راح الكيبورد رايح باعة الـ order جاري المين للـ brain للـ cpu تاني cpu المخ بتاع الكمبيوتر التفاعل الـ cpu المخ ده فكركم هيعمل ايه the cpu solve the problem حل الـ problem عارف انه 2 times 2 equal 4 بعد ما حل عمل ايه then hand the answer to the motherboard يعني cpu بعض ما عرف ان هي فور راح باعت الـ answer لمين للمother board وبعد كده who hands it to the memory راح راح الـ باعت الـ لمين للميموري اللي هي بنقول عليها رام اوكي وبعدين the memory hands the answer back to the motherboard راح الميموري تاني باعت الـ answer تاني مين لمين للماذر بورد هما بيرجع كل مرة الماذر بورد مرة كمان then to the output device راح الماذر بورد بعت الـ answer لمين للمونيتر الـ output device خلاص راح الـ output device عمل ايه shows the answer راح مطلع علينا على الـ screen فور يبقى في اللحظة اللي انا قلت فيها equal كل الخطوات دي حصلت شفتوا بقى طيب تعالوا نرجع للـ page دي دي اللعبة اللي انتوا المفروض تلعبوها في الـ class ودي الرسمة المفروض تعرفوا ترسموها لوحدكم تعالوا نشوفوا اللعبة اللعبة اهي كان المفروض ان كل واحد فيكو يقوم بدور part of the parts of the computer واحد يعمل نفسه الـ input ويكتب ورقة مكتوب عليها start calculator وبعدين يدي الورقة دي لـ cpu الـ cpu هيديها للماذر بورد الماذر بورد هيديها للـ storage الـ storage هترجاحها تاني للماذر بورد حتى بصوا انا جايبا لكم نفس الـ boy اهو في الماذر بورد ايه 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 عشان هو هنا ماذر بورد وهنا ماذر بورد وبعدين الماذر بورد هتديها للـ output فالـ output يقوم طلع ورقة عليها شكل الـ calculator دي اللعبة المفروض تلعبوها في في الـ class وبعد كده الـ input اللي هو الـ keyboard بنكتب بنكتب عليه 2x2 equal في اللحظة دي الـ input بيدي الـ mean للـ cpu الـ cpu الـ brain of the computer بيحل الـ equation بيقول دي فور بيقوم يسلم الـ answer الـ mean للـ motherboard الماذر بورد تديها المين تديها للماموري دي مش الـ storage تديها للماموري هعدلها لكم وحطها لكم في اول وبعد كده الماموري تديها للماذر بورد وبعد كده الماذر بورد تديها للمين للـ output فالـ output يظهر لي ان 2x2 equal 4 ده فأنا كده طيب دلوقتي المفروض ان انتو هترسموا الرسمة دي وتحطوها في كتاب المدرسة فين بقى هنا اهو في الـ rectangle اللي تحت ده خلاص فالـ page دي اللي هي فيها صورة اللعبة المفروض كنتو تلعبوها في الـ class والرسمة دي انتو هترسموها هي بتوضح اللي احنا قلناها بالضبط الـ input للـ cpu الـ cpu للـ motherboard المـotherboard للـ storage الـ storage للـ motherboard المـotherboard للـ output ده ده ايه لما بنيأجي ندي comment order نفتح الكالكوليتر طب لما بنحسب الـ input للـ cpu cpu للـ motherboard المـtherboard للـ memory المـ서 الـ motherboard المـetherboard للـ output خلاص نحفظها بقى ممكن كمان تكتبوها وتحطوها كده على الدولاب بتاعك وانتو راحين جايين بتحاولوا ايه? تفتكروه. خلاص? يبقى عرفنا دلوقتي ايه? عرفنا انه الوردر اللي بتديه للكمبيوتر اللي بيحصل في سواني ده? هو بيعدي على كتيرة جدا في الكمبيوتر. فهمنا القصة بتحصل ازاي? طيب. اخر جزء عندنا في الدرس بتاعنا بيكلمنا عن ان اهمية الكمبيوتر ايه? يعني ايه? يعني الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمه ولو انتو بتتفرغوا عليها دلوقتي من الكمبيوتر او اللابتوب. مش هو ده بس استخداماته. ام الايه? اه فيه كمبيوتر بنشغل عن طريق العربيات. العربيات الحديثة جدا بتشتغل عن طريق الكمبيوتر. حتى ما بتروحش للميكانيكيا عادي كده ده. بتروح تتحط على اجهزة معينة لانها بتشتغل بالكمبيوتر. لو هي فيها مشكلة بنفعش تروح لأي ميكانيكيا ممكن يبوضها. اوكي? الغسلات بتشتغل بالكمبيوتر. خلاص? طيب. بيسألنا هنا سؤال. كان you think of any other examples of how computers are used? ايه كمان ممكن تكون بتستخدم في الكمبيوتر? طيب. السيل فون like a كمبيوتر. بيقول لنا ان الموبايل ده عامل زي الكمبيوتر. ازاي? the cell phone help us to connect with people. سيل فون كناكت people. how is the cell phone like a كمبيوتر? السيل فون ده عامل زي الكمبيوتر لانه هو بيساعدنا ان احنا نتواصل مع الناس. ازاي? ممكن نعمل ايه على الكمبيوتر? يا خلينا نتواصل مع الناس? وفي نفس الوقت بنعمل حاجات زيه من على الموبايل. فكروا. ايه البرامج اللي بنشتغال على الكمبيوتر? وممكن تكون موجودة على الموبايل? بتخلينا نتواصل مع بعض. فيه برنايج مهمة قوي نفعنا جدا في الانلاين في فترة الكورونا. ممكن نفتحه عن طريق الموبايل. وممكن نفتحه عن طريق اللابتوب. اكتبوا لي اسمه في الكامت. خلاص? وكمان اللي دخلوا معي ريفيجيتس اشتغلنا عن طريق البرنامج ده. يلا ديني وسهلة عليكم. اوكي? طيب. ايه كمان بقى? بيقول لنا الحقيقة الكمبيوتر ده غير في حياتنا جدا. we use computers in the classroom to learn and connect to the world around us. how does computer help us connect to the world? يعني بيقول الناس فيكو اللي بتستخدم الكمبيوتر في المدرسة. ازاي قدرتوا ان انتو تتواصلوا مع الناس عن طريق الكمبيوتر ده. هي هي نفس الاجابة بتاعت السؤال اللي فات. مفهاش حاجة صعبة. طيب اخر حاجة بقى اخر جزء. when people think about the future they often invent things using their imagination that might solve problems in the future. many of these solutions involve some form of technology. Decades ago people thought robots to help do chores where a fantasy. do we have anything like that now? يعني ايه? بيقول ان الكمبيوتر دي دايما بنفكر فيها بانه هما نقدر نخترع عن طريقهم حاجات عشان تحللنا مشاكل في المستقبل. زمان كنا فاكرين ان الروبوت ده حاجة يعني للفن. for fun كده. حاجة كده خيالية وده ودلع. لكن دلوقتي الروبوت مهمة جدا. فيه روبوت بتساعد دلوقتي في the chores. to do chores. the chores الاعمال المنزلية. زي ايه يا ولاد? عندي حاجة اسمها automatic vacuums. ايه ال automatic vacuums? لو دخلتوا على اليوتيوب وكتبتوا مثلا روبوت vacuums. هتلاقوا مكنسة. عارفين المكنسة اللي بنكنس بيها المكنسة الكهربائية اللي بنكنس بيها الارض دي ما هتحط الفيشة في الكهرباء. وتوقت تلف في الشقة كده ايه اه تنطف في السجاجيد والارض من التراب او ايه حاجة واعها صح? فيه بقى روبوت vacuums. ايه الروبوت vacuums دي? الروبوت vacuums عاملة زي الانسان الالي كده. هي بتتحرك لوحدها وفيها زي سنسر بتروح ناحية الاماكن اللي في الارض اللي فيها تراب اللي فيها فتا فيه توقع على الارض اللي فيها حاجة عايزة تتنظف لوحدها. وبتشفط الحاجات دي. ما بتحتاجش ان ماما تمشي بيها في الشقة وتقعد تلف في الشقة كلها. دي بتشتغل عن طريق ايه? عن طريق الكمبيوتر. يبقى الكمبيوتر هو type of technology وكمان help the people to connect together. يبقى احنا في الشابتر بتاعنا ده. اتعلمنا ان الترانسبورتيشن. help people to connect together. وان الكمبيوتر كمان helps the people to connect together. صح ولا لأ? طيب. ده كان درسنا النهاردة. يارب بتكونوا استفدتوا. شوفكم على خير بإذن الله في الدرس السابع. هتوحشوني. باي باي.